وأن يحفظنا جميعا بحفظه إنه ولي ذلك والقدر عليه أما صلاة الرجال إلى جوار النساء فهي لا تجوج ولا تصح أبدا لا في الحرم المكي ولا في الحرم المدني ولا في أي مكان فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها وهذا لأن صفوف النساء في المسجد النبوي كانت تقف أو تأتي مباشرة بعد صفوف الرجال كانت صفوف النساء تأتي مباشرة بعد صفوف الرجال فقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها كلما تقدم الرجل في الصف الأول فهذا خير لأن الصف الأول تصلي عليه الملائكة تصلي عليه الملائكة وخير صفوف النساء آخرة كلما تأخرت المرأة وابتعدت عن الرجال فهذا خير لها انظروا إلى هذا الحرص وهذا في المسجد النبوي في الصلاة ولمن؟ لأمهات المؤمنين وللصحابيات الطاهرات العفيفات أن لا يصلين مع الصحابة الأطهار الأخيار الأبرار الذين هم أفضل الخلق بعد الرسل للأنبياء ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا هذا الهدي النبوي خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها أما ما يحدث وما نراه في الحرم المكي فهذا لا صح ولا جوز وبفضل الله تبارك وتعالى قد لا نرى هذا في المسجد النبوي فللنساء باب يدخلن منه وهذا من فضل له الهدي النبوي لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي بابا للنساء وقال هذا باب للنساء فوالله الذي لا إله غيره كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على أن لا يدخلوا أو يخرجوا من هذا الباب حتى في غير وقت الصلاة يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما خصص النبي صلى الله عليه وسلم بابا للنساء ما دخل عبد الله بن عمر من هذا الباب أبدا لا في وقت الصلاة ولا في غير وقت الصلاة وأنا والله يعني ألتمس هذا الأدب من عبد الله بن عمر كلما أقبلت على المسجد النبوي ورأيت يافطة مكتوبا عليها باب النساء والله أرجع والله أرجع مع أن باب النساء الآن لا يدخلن منه النساء لا يدخلن منه النساء لهم أبواب أخرى أو لهن أبواب أخرى ولكن لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا باب للنساء ولم يدخل منه الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر فلنتأدب نحن بهذا الأدب فما يحدث الآن لا يجوز شرعا ولا يقره أي أحد ولا أي إمام ولا أي عالم ولذلك أنا أرى إخواني في المسجد الحرام من القائمين العاملين في المسجد الحرام جزاهم الله خيرا يحرصون بكل السبل السبل رأيت ذلك بنفسي على تأخير النساء ليلاصقنا الجدران الخارجية أو جدران الطواف حتى لا تصلي المرأة أمام الرجل وحتى لا تصلي المرأة إلى جوار الرجل لكنهم قد لا يجدون إجابة واستجابة من كثير من أخواتنا هداهن الله سبحانه وتعالى وسطرهن في الدنيا والآخرة فهذه مناسبة جميلة جدا وشكر الله لأختينا الكريمة أن أوجه رسالة إلى الأخت المسلمة أن تحرص حتى ولو كانت في الحرم المك أو في الحرم النبوي الشريف أن تحرص على ألا تصلي أمام الرجال وعلى ألا تصلي إلى جوار الرجال الأجانب لقد رأيت ذلك بعيني ورأى ذلك الكثيرون منكم كيف تصلي المرأة في الصف المباشر أمام الرجل كيف تسجد أمام الرجل وكيف تركع أمام الرجل وأي صلاة هذه أي صلاة هذه هل تظنون أن الرجال أنبياء وأن الرجال رسل وأن الرجال من الرسل لا ليس من الرسل وليس من الأنبياء هو بشر حتى وفي الصلاة قد يوسوس إليه الشيطان وقد تحدثه نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا يجوز للمرأة المسلمة التي تخشى الله وتتق الله سبحانه وتعالى أن تصلي أمام الرجل لا في الحرم المكي ولا في الحرم النبوي ولا في أي مكان في الدنيا ولا جوز لا أن تصلي إلى جواره ليلاصق ذراعها ذراعه وليلاصق كتفها كتفه لا يليق هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصطر نساءنا وأن يصلح أحوالهن وأن يرد الأمة إلى الحق وإلى السنة ردا جميلة إنه ولي ذلك والقادر عليه ترجمة نانسي قنقر